موسيقى ما حدث في ساحتنا وشوارعنا وأزقتنا وداخل بيوتنا ما كنا نحلم بها ولا حتى أمهاتنا وعجائزنا كنا صنرهم يذرفون دموع الفرحة ويخرجون ليلا للاحتفال ويصرخون معنا وراء الشاشات مشجعين بقلوبهم وأفهاههم لا تتوقف بالدعوات ولكنها هو درس جديد في عالم المستدير يفعله الأسود ليعتبر المعتبرون أن كل شيء بالإصرار والعزيمة والإرادة القوية والانضباط والروح الوطنية البطولية تصنع المعجزات ما عشناه إذن حقيقة وليس أوهام وما تم إنجازه اليوم شيء إعجازي خيالي كبير في تاريخ كرة القدم يصعب تصديقه وتدوينه بكل تفاصيله الغريبة والمثيرة لكونه مجد عالي المستوى ولأنه جاء بعد جهد جهيد وتخمينات وترتيبات وتخطيطات مدروسة من قبل التاقم ككل الذي يقوده ربان السفينة المعروف برسل فوكا حتى أصبح المغرب الآن ضمن الأربعة الكبار يعزف نشيده في أكبر محافل العالم ألوغ كناس وعداء كمغربة وكإعلاميين أننا عيننا مؤخراً الشيء اللي حققوا المنتخب الوطن المغربي في منافسات كأس العالم في قطر الشيء اللي فات المشاركة المشرفة ووصلت لدرجة الإنجاز الكرة والحمد لله هذا الشيء يعني كيشرف جميع المغربة المنتخب المغربي تمكن بفضل المجهود اللاعبين زيالود التقام التقني لأرأسهم المدريب الجامعة الملكية ومختلف المتدخلين يعني ساهموا منذ سنوات من أجل الموضي قدماً بالكرة القدم الوطنية تمكنهم أن يخطموا مجموعة من الأرقام القياسية وأنهم يدخلوا المنتخب المغربي المصاف الدول الكبرى في مجال كرة القدم وهذا أمر ليس بالهيين خصوصاً بعد سنوات كبيرة من الإخفاقات اللي عينوها واحد الجيل على العقل يعني عينوها المجموعة من الإخفاقات اللي كانوا في كرة القدم الوطنية والحمد لله كانت تغيير وهذا شيء أسعدنا جميعاً وكان نشده بأيدي المنتخب الوطني وكان نشكروه على الشيء اللي قدموه سواء الكرة القدم المغربية سواء المغرب ككل لأن الإنجاز ليس إنجاز كوروية فقط بل تعداه يعني التصويق كبير من المغرب كوجهة سيحية كوجهة كوروية كبلد موثوق فيه وقدر على النجاح وقدر على صنع إنجازات وهذه مسألة كبيرة نفتخر بها جميع وتنضربان المنافع يعني ديل الإنجاز غادي ترجع للمغرب عدة مستويات إن شاء الله مشتقبلاً وبذلك أشكرهم بزاف وكنتمنى أنه تكون استمرارية لأنه بغناش يكون مجرد قفراء وفقط بل بغناش يستمرارية إن شاء الله وإننا نعينه أدى منتخب المنافسات القادمة سواء المنافسات القرية أو المنافسات الدولية وتكون كقاطرة يعني باقي المنافسات الرياضية وباقي الفرق الرياضي مختلف الرياضات وتكون أيضاً قطرة للأنزية الوطنية باش يستمروا في الإنجازات اللي تمكنوا من تحقيقهم في الآوينة الأخيرة منذ تعيين رئيس الجميع المالك نفوزر وزع المشكور بيضوري على الإنجازات لتحقيقات فاحز ديله وشكراً حكاية ستبقى خالدة في الأذهان وسنحكيها لكل جيل وسنتغنى بها في كل محفل حلم كان من المشتحل تحقيقه ولكن برغبة وإرادة المدرب وليد الرجراجي وصمود وروح وقتالية الأسود وحسن تدبير أصبح الرجراجي واحداً من المدربين الذين بصموا على مصر متميز في تاريخ كأس العالم على المستوى العربي والإفريقي شكراً لمجموعة قتالية أعادت لنا الأمجاد وكتبت ملحمة ولا في الأحلام ونالت شرف عظيم باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر الفين واثنان وعشرين فكل أسد كان حاضراً في الموعد ولعب إلى آخر دقيقة رغم ما كان من أخطاء وهفوات وإصابات وغيابات فأبوا إلا أن يبصموا عن تسجيل واحدة من أفضل النسخ على الصعيد العربي والإفريقي بل وجعل كل بلد يشيد باحترام وتقدير وإشادة عن هذا العمل الجبار المذهل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي